الأستاذ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنقوم بحل تمرين من دفتر الأنشطة التمرين يقول ما يلي عندي مجموع عدد هو 6 زائد 4 6 زائد 4 على 8 طلب مننا أن نكتبها على شكل كسر في السابق كان يعطينا كسر ويطلب مننا أن نحوله نكتبه على شكل عدد طبيعي وطلب مننا أن نكتبه على شكل كسر سأعطيكم طريقة سريعة جدا أولا عندي 6 زائد 4 على 8 ماذا تفعل يا بني؟ أول شيء لاحظوا هنا عندي في المقام كم 8 أكتبها مباشرة 8 إذا كانت عندي 6 أكتب 6 إذا كانت عندي 5 أكتب 5 إذا كانت عندي 10 أكتب 10 مباشرة هنا عندي 8 أكتب 8 مباشرة في المقام بعد ذلك ماذا أفعل؟ 6 في 8 كم تساوي؟ 48 أول شيء أضرب العدد في المقام 6 سأكتبها هنا 6 في 8 بعد ذلك ماذا أفعل؟ زائد 4 أضرب العدد في المقام 6 في 8 بعد ذلك ماذا أفعل؟ زائد 4 وأجد 6 في 8 48 زائد 4 تعطيني 52 ها هو الكسر مثال آخر لكي يفهم ابني عندي 8 زائد 7 على 5 ماذا تفعل؟ تكتب تساوي أضع خط الكسر هنا كم عندي في المقام؟ 5 أكتب 5 مباشرة بعد ذلك ماذا أفعل؟ أضرب العدد في المقام 8 في 5 كم تساوي؟ 40 زائد 7 تساوي 47 أعيد 8 في 5 أضرب ثم أضيف زائد 8 في 5 40 زائد 7 تعطيني 47 مثال آخر 11 زائد 6 على 10 هذه الأمثلة أخذتها من من دفتر الأنشطة الخاص بسنة الخامسة في مدة الرياضيات 11 زائد 6 على 10 أريد أن أكتبها على شكل كسر ماذا أفعل؟ في المرة الأولى أضع خط الكسر في المقام كم يوجد هنا؟ 10 ماذا أفعل بعد ذلك؟ أضرب أضرب العدد في المقام 11 10 في 10 كم تساوي؟ 110 زائد أضرب أضرب زائد 6 تعطيني 116 0 9 10 نعم 2 1 2 1 1 2 3 3